السلام عليكم شباب و ايوكم ارتضل جليحاوي ريلمي عندها جهاز هو ريلمي جي تي نيو ثري احنا جربنا التو كان كوت جهاز مع السعره لكن ريلمي جي تي نيو ثري الشركة راح تعلن عن نسختين نسخة الفايف جي ونسخة الفور جي الاجهزة حقيقة مواصفاتها حلوة تستحق الوقفة مع ما انه في ام دابل يو سي عرجت على بعض المواصفات حتى الشاحن اللي اوبو نزلت باتان واربعين واط اه شركة ريلمي اعلنت عن مئة وخمسين واط راح يكون بالرلمي جي تي نيو ثري هذا الجهاز راح يجينا بشاشة مقاس ستة بوين سبعة وستين فولي اجد بلاص من نوع اوليد وتدعم المئة وعشرين هرتز بالنسبة للفايف جي اما بالنسبة للفور جي راح يكون مئة واربعين هرتز يعني راح تشوف فروقات بين الشاشتين بالنسبة المعالجات راح تكون دايمين سيتي لثمنتالاف ومية بالنسبة للفور جي اما بالنسبة للفايف جي راح يكون ثلاثة ثمانيات في شي حلو يعني الجهاز معالج ما لسنة السابقة اما بالنسبة للكاميرات راح يتوقع نفسها راح تكون خمسين ميجي بيكسر العدسة اساسية وثماني ميجي بيكسر واثنين ميجي بيكسر العدسات راح تكون ثلاثية الاسفل العدسة الأساسية 50 ميجي بيكسل. العدسة ستكون سنسر من سوني. طبعا هذه الأجهزة ستكون ببطاريات مختلفة. الفور جي سيكون ب 4500 ميلي امبير ويدعم الشحن السريع 150 واط اللي اعلنت عنا الشركة بمؤتمر مو سي لكن معلنت عن الجهاز بشكل كامل. اما بالنسبة للفايف جي سيكون ببطارية 5000 ميلي امبير. ورح يدعم الشحن السريع كذلك نفسه هو ال 150 واط. هاي الاجهزة بالنسبة للشاشات راح تكون بـ HDR تدعم الـ HDR. السطوع راح يكون جدا عالي بالنسبة للاجهزة. اما بالنسبة للأسعار ما تحدثت التسريبات عنها لكن هي متعبر الـ 400 دولار حقيقة. الكاميرا الامامية راح تكون 16 ميجي بيكسل. الكاميرا تريم دائما بالكاميرا الامامية مو دائما زينة لكن مرات تتحسن بها. هاي الاجهزة راح تكون بـ 12 جيجا وتضافة 7 جيجا. لكن رسميا بـ 12 جيجا و 8 جيجا و 126 و 128. هاي الاجهزة اذا اجتنا باقل من 400 دولار راح تكون اجهزة منافسة. حقيقة وعدم الاجهزة اللي تقدر تعتمد عليها. اما اذا كانت اغلى من هذا السعر ما توقع تكون منافسة. واتوقع اكثر التوقعات انو رلمي تريد تدخل بتنافس قوي ويا الشركات. فتنافس شاومي وتنافس هواي شركات. فلازم تنزل لك اجهزة رخيصة. وهذا النية و دائما احنا متعودين بمواصفات حلوة. وبي معالج فلاكشب لكن يجينا بسعر مناسب. خاصة احنا تجربة رلمي نيو 2 كانت عندنا تجربة جدا ممتازة بالنسبة للجهاز. هذا الجهاز يتوفر ما ندري بالضبط. الاعلان الرسمي شو ما بين اعلان رسمي ما بين تسريبات تقريبا مواصفاته كلش موجودة كلها اكثريتها باغلب المواقع لان هي الشركة اعلنت عن الشعر السريع. فما بقي له الا انه يصدر الاسواق. شو كنت يصدر الاسواق هاي ما ندري به. اتوقع بالربع الثاني يعني بعد الشهر الثالث رح تتوفر اكثريتها لاجهزة للاسواق. ليش? انه رلمي تحب تنافسه وتبيع اكثر ووصي رقم لأوبا وراحة. اتمنى ان يوصل هاي الجهاز. اتمنى ان نجربه. نطل التجربة الشخصية اليه. يكون واحد من الاجهزة الخيارات ممتازة. السعر مع مواصف. نهاية الفيديو. لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناة. وياكم ارتضاد جريحاوي. وفي امان الله.